السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقلتهم من السنة دي اللي كانوا فيها طبعا القوضة دي هتوسع عليهم قوي هم تلعوا بالزبط معي اتناشر جزني نطي بس والنص التاني تلعى دكره طبعا الحمد لله انا مضحتش بالدكورة بتاعتهم حطتهم مع اللبيض الهاجين واللاصمر الهاجين برضو نشوف التجربة ديت هتعمل معنا ايه والسرالة اللي هتطلع منهم هتبقى عاملة ازاي نجرب اما اللي قدامنا دول ده اللبيض البيور اه عمر اتنين وتلاتين او تلاتة وتلاتين يوم النهاردة اهل فرخ فيهم عامل ميتين وستين جرام ميتين وسبعين اعلى فرخ فيهم حوالي تلتمية وعشرين تلتمية واربعين دي السلالة اللي كنا ايلينا عليها من البداية خالص اه بيحول على عمر تلاتين اتنين وتلاتين يوم ميتين وسبعين ميتين وثمانين وسط كده متوسط يعني ان شاء الله استقررنا على الخمستاشر جزء اللي قدامنا دول هيبقى قطيع ان شاء الله امهات على خير باذن الله وهنبدأ متاني من الصفرة اه النهاردة طبعا انا جبت لهم معلقة بياضة علشان وهنخفف بقى البروتين العلقة النعمة اللي هي تراتة وعشرين في المية هنبدأ نقللها عشان السمان معنا ما يسمنش زيادة عن اللزوم وما يبتش فاحنا عايزين السمان كده ايه بيت فهنبدأ طبعا نحط لهم على مدار التراتة اربعة تيام اللي جايين دول هنبدأ نحط لهم معلقة نعمة بالنسبة قليلة مع علقة بياضة بالنسبة كتير بالنسبة للعلف البياض عن تجربة شخصية احسن حاجة وافضل حاجة لجميع انواع الطيور بالنسبة للعلف البياض بروتين 18% بروتين ال 16 بيبقى ضعيف والبروتين ال 14 بيبقى ضعيف بروتين 18% فوق المنتزب شوية سواء حضرتك بقى عندك فراخ عندك سمان عندك اي حاجة بيض او عندك حمام علف بياض بروتين 18% بيدي نتيجة فوق المنتزب شوية يعني ولنفترض انا كان عندي 1000 اوم سمان على العلف العادي كان متوسط 500-600 بيضة لما جربت في العلف البياض اللي هو بروتين 18 الحمد لله فضل لك يا رب عدد البيض عدد ال 850 وكان داخل على 900 يعني كان نسبة 10-12% بس اللي مش بيبيضه من 1000 اوم فطبعا ده كان حاجة كبيرة بالنسبة لي والعلف مش الفرق بينه بين العلف ال 16 بروتين 16 حوالي 10 جنيه ولا 12 جنيه مش كتير فالافضل ان احنا نجيب لو انت عندك اي حاجة بتبيض وبتشتك ان هي ما فيش انتاج للبيض او الحمام قاطع او ايا كان انصح بالعلف البيض بروتين 18 طبعا انا فرست دكر من نتاية وطلعت من السمان البيور 12 جزء امهات نوتي وحطيت لكل مع كل دكر اربعة نوتي بس يعني زي واحد على اربعة وحطينا واحد احتياطي من هنا واحد احتياطي من هنا عشان لو في اي حاجة لقدر الله حاجة ماتت حاجة حصلة اي حاجة حاجة تعبت يبقى احنا كده ايه امنا دنياتنا ايه وبقت كرة اللي هما فيه حوالي اكتر من 20 دكر او 18 نقلتهم تحت مع السمان البيض الهاجين ومع السمان الاسمر الهاجين ان شاء الله برضو هنشوف التجربة ديت هتطلع معانا سلالة عاملة ازاي وهنشوف السلالة اللي هتطلع هتبقى شكلها ايه حلوة هتحول معانا بسرعة هتبقى ضعيفة هنشوف انا ان شاء الله هنبدأ برضو ايه نتابع الدورة ديت احنا كده الحمد لله خلصنا الدورة دي او الدورة دي دورة السمان الهاجين النهاردة 30 يوم النهاردة 31 يوم بالنسبة للسمان الهاجين ان شاء الله تكلفة بتاعته هنزلها الصبح باذن الله وهنزلها بكرا زي دلوقتي اه هنحسبها على حوالي مية جوز عشان هكون تجايب مية جوز ان شاء الله بكرا هنزل التكلفة بالزبط اه وتكلفة القطيع الخمسة وعشرين جوز السمان البيض برضو هنزلها عشان التكلفة بتاعته عدت معي يعني اعلى من السمان التاني بحاجات بسيطة مش كتير اوي برس فرقت معي برضو كتير الفرخ ممكن يكون وكيله بتاعته ممي الجرام ولا اكتر من كده فان شاء الله هنزل لكم الحزبة ديت والحزبة ديت علشان لو انتوا عايزين تبدأ اول حاجة تتوكلوا على الله اه ان شاء الله هو السمان لسه ما ببشرش معي اه انا بس نقلته في مكان تاني واسع كده عشان ياخد راحته على بس ما اعمل البطاريات عندي بس مشكلة كده في الوقت شغل شغل انا تانية فمش فاضي ان انا باجت عبان بصراحة فان شاء الله هنحاول الايام اللي جاية انا جهزت الخشب و جهزت كل حاجة بس وقف على حاجات ببسيطة ان شاء الله هنجهزها ونبدأ ننزلها نعملهم الايام اللي جاية واول ما يخلصوا ان شاء الله هنقل السمان لبيت ده برضو البيور هنقلوا من هنا خالص بقى انا بس سيبه هنا عشان مش عايز السلالة دي تدعم تتلغبط مع السلالة اللي تحت فعايزين نحافظ عليها اه وبالناسبة برضو لما كانت الفأس ان شاء الله برضو انا لسه ما بدأتش بيها بس بازن الله هبدأ اعملها الايام اللي جاية عشان خلاص فاضل بالزبط تلات اربعة ايام والسمن هيبدأ يشتغل معايا فلازم اه ناخد خطوة وما نكسلش هو مش كسل هو بس مشكلة الوقت فان شاء الله نحاول الايام اللي جاية ان احنا نوفق الوقت ونحاول نرفع فيديوهات باستمرار ويا ريت بقى الناس اللي بتخش على القناة ومش وتتفرج على الفيديوهات ومش عايزة تعمل اشتراك مش تخسر حاجة يعني والله ده عمل ايه يعني سند اه خوكو غلبان يعني فيا ريت اللي عدي كده بقى ويتفرج على الفيديو ويشوف الفيديو للاخر ياريك اشترك في القناة ويفعل زر الجرس وتعليق حلو منك ولو قوزت اي حاجة اي استفسار ممكن تكلمني طبعا يا جماعة قبل ما اول ما جهزنا القطيع اللي قدامنا ده بنبدأ بنحط له ادوية فتمينات واملح معدنية رفع مناعة عشان برضو بيزود الخصوبة عند الدكور ومدد السموم عشان طبعا بنغير العلف من مرحلة المرحلة بدنا من غير العلف بنحط علف فياض مع علف ناعم فلازم نغير نحط مدد السموم فطبعا عشان النهاردة الجمعة مفيش حد فاتح حطت خل يقدر غرض برضو الخل ممكن انا بحط ثلاثة سنتي على الليتر الواحد يعني السقية اللي قدام دي اربعة واخد اتنشر سنتي مؤقتا بس الحد اما ان شاء الله اجيب الادوية بتاعتهم والعلاجات بتاعتهم ده كده بالنسبة للسمان البيض انا ببدأ بقى اهتم بيه في الادوية بالزات منشطات وعملح معدنية فيتامينات بتاعته مضاد السموم عشان نطهر الجسم في الاول وبعد كده ان شاء الله هنتشوف هنتعامل مع القطيع ده بالاعشاب ولا هنتعامل مع العلف هنحسب تخليفة العلف البيض وهنحسب برضو العشاب ونشوف هنا مستوى البيض قد ايه وهنا مستوى البيض قد ايه وهنشوف الفق بينهم بس خلينا بس ناخد خطوة الاول ونبدأ نشوف البيض وبعد كده نشوف الماكنة ونعمل البطاريات انا اسف على الاطارة ويريد برضو اشتراك ولايك وتعليق ده هيدعمني كتير وهيفرحني اكتر وكل سنة وحضراتكم طيبين اخوكم محمد سعيد شكرا